التحضيرات لعقد الجولة الرابعة عشرة من مباحثات أستانا مستمرة في العاصمة الكازاخية نور سلطان وسط آمال بتحقيق انفراجة على المستوى الإنساني قبل السياسي جولة أستانا 14 التي أعلن عن قرب عقدها وزير خارجية كازاخستان مختار تلاوبردي تأتي في وقت استثنائي تزامن مع إعلان تشكيل اللجنة الدستورية السورية التي ستعقد أول اجتماعاتها بحسب المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون في الثلاثين من الشهر الجاري كما أنها تأتي متزامنة مع توقعات بوجود مساع لإعادة إحياء مسار جنيف الذي تدعمه الأمم المتحدة ومن المتوقع أن تناقش هذه الجولة ملف المختطفين والمعتقلين استنادا لتصريحات سابقة لبيدرسون دعا فيها النظام والمعارضة السورية لإجراء عمليات تبادل للمعتقلين والمختطفين قبل عقد أول اجتماع بينهما في إطار اللجنة الدستورية وقال إن ذلك الإجراء مهم للغاية لبناء الثقة بين طرفي التسوية بيدرسون بدأ متفائلا بنتائج اجتماعات اللجنة الدستورية وعبر عن ذلك بحديثه لوكالة رويترز بالقول إن هناك أنباء إيجابية بهذا الخصوص بعد ثماني سنوات ونصف من الحرب والصراع والمعاناة في سوريا لكنه استدرك بالقول إن الثقة بين الحكومة والمعارضة غائبة ما يعني أن الآمال باتت معلقة على انعقاد اللجنة الدستورية التي قد تشكل بحسب بيدرسون خطوة أولى في الاتجاه الصحيح ورحب بيان أستانا 13 السابق بعملية تبادل المعتقلين التي نفذها النظام والمعارضة أواخر تموز الماضي وشدد على ضرورة مواصلة تطوير نشاط فريق العمل المعني بشؤون تحرير المحتجزين والأسرى باعتباره آلية أثبتت فاعليتها لتعزيز الثقة بين الأطراف كما دعا البيان المجتمع الدولي لدعم الجهود الرامية إلى إعادة اللاجئين والنازحين السوريين وزيادة حجم المساعدات الإنسانية لجميع السوريين دون شروط مسبقة ترجمة نانسي قنقر